في الوقت الذي تحيي فيه بلدان الأرض اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وهو يوم دولي يهدف للتركيز على الجهود المبذولة لمعالجة قضايا الفقر والاستعباد والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية يبدو الواقع في العراق بعيدا كل البعد عن معاني هذه العدالة المفقودة في بغداد كما في باقي محافظات العراق يحتقن الشارع غضبا من الطبقة الحاكمة بسبب الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن وسبل العيش الكريم في ظل تهالك البنية التحتية وشيوع الفقر والبطالة وتبديد ثروات البلاد وتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج مع غياب القانون وفوضى السلاح موقع ميديابارت الفرنسي أكد في تقرير جديد له أن الصفقات المشبوهة وتهالك البنى التحتية والمشاريع المتعثرة تعطي صورة واضحة عن مدى تأثير الفساد على الحياة اليومية للعراقيين ويؤكد التقرير عدم صعوبة العثور على مسؤولين فاسدين في العراق بل إن الصعب هو العثور على سياسيين نزيهين لأن الجميع متورط لدرجة أن إدانة أي مسؤول حكومي يعد أمرا محفوفا بالمخاطر ملفات الفساد والظلم المتراكمة لسنوات دفعت العراقيين إلى الخروج للشارع مرات عديدة للتنديد بفساد الطبقة السياسية والمطالبة برحيلها ودوما كان الرد يأتي بالقتل والاعتقال والتنكيل على يد القوات الأمنية والميليشيات التي تغولت حتى باتت تمثل دولة موازية لا تخفي ولا أهل إيران وعملها ضمن أجندتها ومنذ احتلال العراق عام 2003 أدى الفساد إلى اختفاء ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق حيث أكدت لجان مختصة اختفاء نحو 500 مليار دولار على مدى السنوات الماضية في شكل عقود وهمية وبينما تتضاعف ثروة السياسيين وتتنوع مصادر الهيمنة والاستحواذ على مقدرات البلاد للأحزاب والميليشيات تتصاعد نسب الفقر بشكل مخيف وتبدو مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والخدمية بكل أنواعها خاوية ويفتقد العراقي حقوقه في العدل والعيش بكرامة في غياب واضح للعدالة الاجتماعية التي لم تعد مدرجة في قاموس العراقيين